موسيقى فطبعا أهمية الصليب بكل بساطة الصليب يعني هو الخلاص من الخطيئة نحن نخلص من الخطيئة بسبب عمل المسيح الكفاري وموته على الصليب فالصليب طبعا يعلن الخلاص من الخطيئة أيضا بالصليب تمت المصالحة مع الآب لأنه كان فيه عداء كان فيه غضب فجاء المسيح ليمسك يد الإنسان ويصافح اليد الإلهية وهذا المصالح اللي تنبأ عنه النبي أيوب اجتمع هذا الفداء والفادي والمصالح في شخص واحد هو يسوع المسيح صالحنا مع الآب بدم صليبه بدم نفسه كما يقول الكتاب المقدس طبعا أساس الغفران أو الصليب هو أساس الغفران فطبعا ما فيك تغفر بدون دفع الثمن المسيح دفع الثمن وأساس هذا الغفران موت المسيح على الصليب هيك بهذه الطريقة الرب عفى عن الإنسان وينظر إلى الإنسان من خلال بر المسيح فنحن تبررنا من خلال يسوع المسيح يقول كتاب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا ثم الصليب هزم أعمال الشيطان جاء ابن الله يسوع المسيح لينقض أعمال إبليس إذ جرد الرياسات والصلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه ففي الصليب فعلا انتصر وجرد كل الرياسات وكل الصلاطين وكل القوات أجناد الشر الروحية أيضا الصليب فعلا جلب اليهود والأمم حتى يكونوا عائلة الله شعب واحد كنيسة الرب من اليهود والأمم الصليب يعلن أن الإنسان ذات قيمة عظيمة في نظر الله لأن الإنسان مخلوق على صورة الله فطبعا موت المسيح كان ليس فقط موت كفاري وليس فقط فدائي لكن موت بديلي أخذ خطياك وعطاك بره أخذ أصقامنا وعطانا شفاء أخذ اللعنة وعطاك البركة أخذ فقرك وعطاك غناء هذا كله تم بعمل الرب يسوع بموته على الصليب الموت البديلي وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه اشتركوا في القناة